بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نظراً للعطلة المفاجئة ولإحتمالية تمديد العطلة بسبب تفشي وباء الكورونا الذي نطلب من الله عز وجل أن يعافنا من هذا المبتلى التلاميذ السنة الأولى ابتدائي وكل يعلم هذا الدرس موجه لأولياء التلاميذ اللي عندهم ابنائهم يدرسون في السنة الأولى ابتدائي التلاميذ السنة الأولى ابتدائي مروا بمرحلتين مرحلة التعلمات الأولى ومرحلة التعلمات الفعلية التي تضمنت 28 حرف درسوا كل الحروف بأصواتها ما بقية في الفصل الثالث وهو المهم والأهم جداً وهو مرحلة التثبيت يعني مرحلة التثبيت مرحلة الإدماج مرحلة الاختبار الحقيقي للمتعلم لمعرفته إن حقق الكفاءة الختامية للسنة الأولى ابتدائي أم لا كيف أدرس ابني في البيت؟ كيف أتمم البرنامج في البيت لابني؟ لأن التلميذ إذا قرأ الحروف ولم يتمم الفصل الثالث سوف ينسى لأن التلميذ سنة الأولى سريع النسيان ولكن مرحلة تثبيت المكتسبات في الفصل الثالث تجعل للمتعلم رصيد مثبت رصيد معرفي ولغوي مثبت بطريقة آلية يعني يكون عنده آلية القراءة ولما يتمكن من آلية القراءة يستطيع أن يواصل في السنة الثانية ابتدائي كما يعلم الجميع أن التلميذ مع نهاية الفصل الثاني أنهو جميع الحروف كيف أراجع لابني الحروب بأصواتها؟ أركز على شيئين؟ لكي أراجع لابني في البيت أركز على شيئين؟ القراءة أو ثلاث أشياء القراءة الكتابة والإملاء التعبير الشافوي أم التعبير الكتابي في هذه الأمور لها أيقاناتها وآلياتها التي يعتمد عليها الأساتذة في تقديمها أنا أركز لابني على هذه الأشياء قراءة الكتابة والإملاء اليوم سأعطيكم الطريق التي تعتمدون عليها في مراجعة أو إتمام البرنامج لأبنائكم في البيت بالاعتماد على وسائل بسيطة جدا اعتماد على الكتاب وعلى ورقة الحروف مثل هذه إن لم يكن لديك ورقة مثل هذه تستطيع أنك تكتب له تكتب له مجموعة من الحروف بهذا النمط بأصواتها وكذلك تعتمد على كل رأس أو اللوحة أنا ما عنديش لوحة هنا أولا أراجع لابني الأصوات نعطيه ورقة مثل هذه يقرأ للأصوات بابو بي بابو بي بن 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 ويقرأ مثلا للكلمة هذه الموجودة كيف أعرف بأن ابني تمكن من معرفة هذه الأصوات كلها أو إدرك هذه الأصوات كلها لا أقول له أقرأ مثلا يقول له هذا يقول لك دا دو دي لأنه تلميذ نمطي يقرأ بطريقة نمطية لأنه لأنه ألف تيك النغمة بابو بي بابو بي بن 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 ولكن هناك طريقة بسيطة جدا أو طريقة أعرف إن ابني تمكن مثلا أقول له ما هذا الحرف أقول له ما هذا الحرف ننتقل له إلى الأصوات الطاولة مثلا هنا ننتقل له إلى هنا ننتقل له إلى هنا هنا أعرف إن الطفل هذا أو المتعلم هذا يدرك هذه الأصوات أم لا مثلا ابني لقيت بأنه ما يدركش هذا الصوت مثلا مثلا حرف الميم وهو السهل على كل حال أنا أعطيكم مثال بسيط مثال لكي يعمى الفهم أو تعمى الطريق ما مثلا تلميذ هذا ما عرفوش قاعد يشوف فيه وما عرفوش ماذا أفعل أذهب إلى الكتاب إلى الكتاب لا أستطيع أن أقدم مثلا طريقة من عندي لا نذهب إلى الكتاب طريقة الكتاب أفضل لماذا؟ لأن التلميذ هنا يعمل بطريقة التغذية الراجعة لأنه تطالع على هذه الكلمات التي في الكتاب مثلا في حرف الميم معلمات مكتب المهم أن نذهب إلى الكتاب ونراجع له درس القراءة لحرف الميم في الكتاب لكي يدرك التلميذ بسهولة وتكون عنده التغذية الراجعة لأنه مر على هذه الأصوات ويستطيع أن يقرأ لي بسرعة أو يتذكر بسرعة أما إذا أعطيته طريقة من عندي أو ربما يختلط عليه الأمر لهذا نجأ إلى الكتاب الكتاب وسيلة مهمة جدا لماذا؟ لماذا؟ مؤسسة مهمة جدا بالنسبة للتلميذ لأنه التلميذ رأى هذا الكتاب في بداية الفصل وهو معه ثانيا المعلمين قدموا درس من الكتاب هنا مثلا يبني أدرك كل الأصوات يقرأها كلها أدرك كل الأصوات أي صوت نعطيه له يقرأها الآن نذهب إلى قراءة الكلمات أنتقل إلى مرحلة التثبيت المرحلة الثالثة من التعلمات في السنة الأولى ابتدائي مرحلة القراءة القراءة الكاملة لي أو قراءة الكلمات الآن نذهب إلى قراءة الكلمات نذهب إلى الكتاب يعني ما أعجب الحاسوب آخر حرف خراوة التلميذ وهو حرف على ما أظن الهمزة حرف الهمزة فيه وحافظه على أسنان الآن نذهب إلى نبدأ من هنا إلى ما أعجب الحاسوب نعتمد على القراءة يقرأ لي التلميذ مثلا هذه حاملت صورة الشمسية وتوجهت إلى مكتب المدير طرقت الباب ألقيت التعية وقلت أريد بطاقة للمكتبة يا سيدي من الأفضل أن ولي التلميذ يقرأ له قراءة نموذجية قراءة لبنك قراءة نموذجية لكي اتبعك التلميذ ويقرأ القراءة صحيح لقراءة للولد هذه القراءة نتبعه بسلاسة نشجعه نخليه يقرأ لي لما يقرأك التلميذ وينتاعي نذهب إلى قراءة هذه الكلمات قلت يقرأنا هذه الكلمات وفق الصور ثم أقرأ وأثبت يقرأنا الإبن تاعي لما يكمل القراءة للفقرة يقرأ هذه الكلمات في أقرأ وأثبت يقرأ لهذه الكلمات يقرأ لهذه الكلمات هذا الدرس يتضمن القامارية نوعا ما الدرس يحتاج إلى تعب لكي يفهم التلميذ القامارية ولكن أنا يقرأ للمتعلم المهم يقرأ لي القامار القطار الفقرة عفوا الباخرة المذياع يقرأ قراءة صحيحة للكلمات فقط لأن هذا الدرس سيعاد في السنة الثانية ابتدائي ويسيق على كل حال إن تمددت العطلة ولم يدرس تلميذ سنة أولا في الفصل الثالث المعلمين سيركزون كثيرا على مراجعة الحروف وعلى القراءة الصحيحة للكلمات في السنة الثانية في مطلع السنة الثانية ابتدائي بعد التعافي من هذه الوباء إن شاء الله وتعالى الآن هذه نقرأها في يوم هذه نقرأها في يوم وهذه نقرأها في اليوم الموالي يعني ليس كل الصفحتين معا في يوم واحد نقرأ هذه اليوم غادا إن شاء الله ندير هذه الوليدي يقرأها الآن أنهينا حصة القراءة نذهب إلى الكتابة نذهب إلى حصة الكتابة لأن الكتابة مهمة جدا حتى لا ينسى التلميذ أبعاد الحروف الكتابة لا تعتمد على اللوحة لأن اللوحة غير مخططة يعني غير وظيفية في تعلم الكتابة في المنزل نعتمد على الكراس نعتمد على الكراس لأن الكراس مخطط وكراس آلفة والتلميذ من خلال الممارسة في كراس القسم وكراس المحاولات وكراس أفضل لأنه يمر إلى مرحلة أو يمر بمرحلة التثبيت يجب أن يتعلم على الكراس كيف؟ لا أكتب له فقرة كاملة نكتب له هذه فقط توجهت إلى مكتبي المديري نكتب له هذه الجملة توجهت إلى مكتب المدير اعتمد أنت كولي التلميذ على القياسات الصحيحة لكتابة الكليمة نكتب هالو هنا نكتب هالو هنا مثلا توجهت إلى مكتبي هذا نموذج فقط أنا قياساتي غير صحيحة أنت كولي التلميذ يجب أن تكتب بالقياسات الصحيحة في الكتاب هنا بعض المثلين حرف الألف يصعى الثلاث مربعات وليس مربعين حرف الألف يصعى الثلاث مربعات أما الحروف البقية الحروف هي مكتوبة بطريقة صحيحة أضع لي ابني يتخطى السطر يتخطى السطر نكتب له مثلا يتخطى السطر ثلاث أو أربع نماذج قال يا ابني أكتب مثل هذي وكل مرة ترقب له يعني كل ما يكتب وحدة ترقب له ليس أنه يكتب أكمل كل هذي وتعالى فيما بعد أن ننصح لك لا كل مرة كل مرة أنصح له قال يا ابني يعني هذا الحرف ركخة يعني هذا الحرف ركخة في الأبعاد اللاها كتب ونصح حلو نوجه إلى أن يصل إلى كتابة نموذجية في المرحلة الثلاثة أو المرحلة الرابعة أو المرحلة الخامسة حسب قدرات الأبناء في الكتابة إلى هنا أنهيت درس اليوم وأنهيت التوجيهات اليوم أتمنى من الله عز وجل أني كنت موفق في تقديم هذه النصائح نسأل الله عز وجل أن يرفع لنا هذا البلاء حتى يعود تلامذتنا إلى المدارس ويتلقون درسهم بصفة عادية كان معكم زميلكم الأستاذ فتحي محمد ترقبوا حصة الإملاء كيف أقدمها وهي حصة مهمة جدا ترقبوا في فيديو آخر حصة الإملاء كيف أقدمها بجميع أيقوناتها تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته